ثمن عاهل البلاد المفدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية ثمن الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح عمل المؤسسة الخيرية الملكية وتوصيلها إلى العالمية مشيدا باستراتيجية المؤسسة الخيرية الملكية الخماسية الجديدة ومثمنا جلالته جهود سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالته للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في قيادة العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية داخل وخارج البحرين وقال جلالته إن عمل الخير واجب على كل إنسان بحسب طاقته وإمكانياته وهو ما يدعون إليه ديننا الإسلامي الحليف وعاداتنا وأخلاقنا العربية الأصيلة ولا يهم كم تقدم من العون والمساعدة لإخوانك ولكن المهم أن تشعر بحاجتهم وواجبك تجاههم ثم يأتي بعد ذلك استخدام الإبداع في تقديم وإيصال هذه المساعدات وهو ما أثبتته المؤسسة الخيرية الملكية بكل اقتدار فقد استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي وهي محل فخر واعتزاز من قبل الجميع لما أثبتته من كفاءة واقتدار في مساعدة المحتاجين من المواطنين والشعوب والدول الشقيقة والصديقة كما أكد جلالته يده الله على أهمية مواصلة العمل بكل جد واجتهاد وبطرق إبداعية لتقديم الخدمات للأيتام والأرام للبحرينيين والمحتاجين داخل مملكة البحرين والمساهمة في تحقيق التنمية لهم من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة وتقديم العون والمساعدة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة بأساليب تتوافق مع المعايير العالمية التي تعمل بها منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية والمساهمة في رفع المعاناة عنهم استجابة للنداءات الطارئة ودعم جهود الدول المستضيفة للاجئين جاء ذلك بمناسبة تسلم جلالته الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة الخيرية الملكية من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية ممثل جلالته للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وفي كلمة له بهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدة على رعاية جلالته الكريمة وتوجيهاته السديدة للمؤسسة الخيرية الملكية من أجل تقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين في مملكتنا الغالية ودعم المنكوبين من الشعوب والدول الشقيقة والصديقة وقال سموه يشرفنا أن نرفع إلى مقام جلالتكم السام استراتيجية المؤسسة الخيرية الملكية للأعوام الخمس القادمة والتي قمنا بوضعها وفقا لرؤى جلالتكم حفظكم الله ورعاكم كما رعينا فيها تثبيت ما تم تحقيقه من مكتسبات وخبرات وإنجازات طوال الأعوام السابقة والعمل على تطوير هذه المكتسبات والخبرات والإنجازات وفقا لخطة مدروسة من أجل إبراز وجه البحرين المشرق في محافل العمل الإنساني الدولي كما أننا نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق بنية مالية استثمارية تضمن استمرارية عمل هذا الكيان الخيري الكبير الذي أنشأتموه جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بعيدا عن أي تأثيرات اقتصادية ليكون صدقة جارية في ميزان حسنات جلالتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى تحقيق هذا الهدف من خلال العمل الجاد والمتواصل وقال سموه سيدي صاحب الجلالة إن المؤسسة الخيرية الملكية التي تشرفت برعاية جلالتكم حفظكم الله ورئاستكم الفخرية لها قد تهيأت لها كافة السبل التمييز والنجاح من خلال توجيهات جلالتكم السديدة ورؤيتكم الحكيمة في تقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين في مملكتنا الغالية ومبادراتكم في إغاثة المنكوبين من الشعوب والدول الشقيقة والصديقة مما كان له عظيم الأثر في تحقيق المؤسسة للعديد من الإنجازات المتميزة على المستويين المحلي والعالمي وأضاف سموه ويشرفنا بهذه المناسبة صاحب الجلالة أن نعاهد جلالتكم على المضي قدما في عملنا هذا وبذل المزيد من الجهد والعطاء مستضيئين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق التطلعات المنشودة نحو الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني وتقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ورفع اسم جلالتكم ومملكتنا الغالية عاليا في المحافل الدولية والعالمية ترجمة نانسي قنقر